معنا من بروكسل مفدنا جياب أبو صفية ومن انطاليا ومراسلنا مهران عيسى ومن جزيرة رودوس اليونانية مفدنا أشرف سعد سأبدأ بداية من بروكسل مع جياب جياب كيف تبدو هذه الاجتماعات البعض كان يتوقع نتائج أكبر من ناحية الخطاب الموجهة إلى تركيا البعض قال بأن ربما الآن توضع تصورات والبرحلة القادمة ستنفذ الخطط كيف رأيت هذه الاجتماعات نعم ماجد الاستمرار في هذا الاجتماع كان ما بعد منتصف ليلة أمس وكانت قد صدرت تصريحات من قبل القادة الأوروبيين ممثلة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والذي تحدث عن منح تركيا فرصة للجلوس على الحوار وكانت التصريحات صارمة بهذا الشأن في حال عدم نزع فتيل الأزمة في منطقة شرق المتوسط فإنه سيكون هناك عقوبات وكل الخيارات مطروحة على الطاولة لم تستبعد خيار فرض عقوبات على تركيا ولكن ما اتفق عليه القادة هنا في بروكسل حتى ساعات ما بعد منتصف ليلة أمس والذي خصصة اليوم الأول بالكامل لمناقشة أزمة شرق المتوسط هو منح فرصة لهذا الحوار حتى ديسمبر المقبل أي نهاية هذا العام في الاجتماع الدوري القادم لقادة أوروبا هي فرصة لتركيا لنزع فتيل الأزمة والتراجع عن زيادة التوتر مع قبرص واليونان في ظل تضامن أوروبي اجتمعوا على كلمة واحدة لتضامن مع اليونان وقبرص أيضا ما ترشحت عنه الإطالات بالأمس في مقر حلف شمال الأطلسي الناتو هو إنشاء خط ساخن بين اليونان وتركيا لمنع أي احتكاك عسكري في منطقة شرق المتوسط ربما تكون هذه من بوادر التراجع التركي فيما يتعلق بالانصياع ربما لهذه الإشارات الأوروبية التي كانت قوية فيما يتعلق بفرض عقوبات مقابل هذا سيمنح الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي ربما منح امتيازات تجارية في هذا الشأن في اليوم الثاني أيضا ما يتعلق بقضية اللاجئين والمهاجرين وهي قضية أساسية وقلق أوروبي تجاه ربما رد فعل تركي فيما يتعلق على العقوبات من أن يكون هناك فتح للحدود وهذا ما تتخوف منه الجانب الأوروبي في اليوم الثاني أيضا سيتم مناقشة إرسال مقاتلين إلى أذربيجان وهذا ما وصفه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي تحدث أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تجاوزت خطا أحمر طيب دعنا ننتقل أيضا إلى جزيرة رودوس اليونانية مع مفدنا أشرف سعد أشرف اليونان يعني تلقت رسائل مختلفة لم يكن هناك دعم كبير من القبل الاتحاد الأوروبي لكن هناك فتح بوابات للحوار مع الجانب التركي وتهدئة هذه الأزمة المستعرة كيف تنظر اليونان الآن؟ وسائل الأعلام اليونانية كلها ركزت على الرسالة التي وجهها القادة الأوروبيون إلى تركيا بخصوص ضرورة أن تتوقف عن ممارستها الاستفزازية وانتهاكاتها شرقي المتوسط مع أن الاتحاد سيراقب هذه الأنشطة خلال الفترة المقبلة وما زال سيف العقوبات مشهرا أمام تركيا في حال عدم انسيعها لهذه القرارات لكن وسائل الأعلام أبدت خيبة أملها من عدم اتخاذ موقف أكثر حسما وأكثر حزما باتجاه تركيا وأن الحوار لا يمكن أن ينبني على دبلوماسية القنابل أو دبلوماسية المدافع كما وصفها رئيس الوزراء اليوناني قبل ذلك إذن فهناك خيبة أمل لدى اليونان من عدم فرض عقوبات على تركيا بالطبع هذا غالبا ما سيسفر عنه الاجتماع عدم فرض عقوبات على تركيا وعطيها فرصة كما ذكر الزميل جياب في بروكسيل ويبدو أن الموقف الألماني نجح في فرض وجهة نظريه على باقي وجهات النظر الأخرى خاصة وجهة النظر الفرنسية بالتعاون مع اليونان وقبرص أما قبرص ففي الحقيقة فهي مستاء للغاية من هذا الموقف وسائل إعلام القبرصية مستاء للغاية وتشعر بتهديد صريح من الأنشطة التركية خصوصا مع استمرار سفينتين تركيتين في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التباعة لقبرص مع اعتبار أن قبرص تعتبر ذلك انتهاكا صريحا لسيادتها على مياهية الإقليمية طيب أشرف دعني أذهب أيضا إلى مهران عيسى مهران كل هذه التطورات كيف رأيتها رأتها تركيا خصوصا أنها رسلت رسالة قوية ربما تهدد بمزيد من التشدد في المواقف الأوروبية نعم ماجد قبل أقل من ساعة من الآن أصدرت وزارة الخارجية تركيا بيانا عبرت فيها عن موقفها من التصريحات الأخيرة الأوروبية والتي عقبت الجزء الأول من الاجتماع الذي يستمر حتى هذا اليوم أيضا تركيا عبرت عن امتنانها عن جزء صغير من المواقف الأوروبية بينما رفضت الجزء الباقي من المواقف والتصريحات الأوروبية تركيا عبرت عن امتنانها من الدعوة دعوة الطرفين التركي واليوناني للجلوس على طاولة الحوار من أجل إنهاء الأزمة الشرقية المتوسط لكنها رفضت أسلوب التهديد وعبارات التهديد الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في بيانها للقول بأنها في حال تم فرض عقوبات عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي فإنها سوف يكون لها خطوات مشابهة دون توضيح طبيعة هذه الخطوات تركيا تقول بأن التصريحات الأوروبية الأخيرة كانت منفصلة تماما عن الواقع تركيا تقول بأنها قامت ما عليها فعله وقامت بسحب سفينة التنقيب بأوروش رئيس من شرقية المتوسط وتم تجميد المناورات العسكرية التي كانت ترافق أو تتزامن مع عمليات التنقيب لكن الطرف اليوناني هو الذي يماطل ولم يحدد الموعد الذي يناسبه بعد أن وافقت اليونان وتركيا قبل أيام على عقد مباحثات استكشافية في مدينة إسطنبول الأتراك يقولون بأنهم جاهزون للجلوس على طاولة الحوار لكن الجانب اليوناني لم يرد حتى هذه اللحظة ولم يحدد الوقت الذي يناسبه للجلوس وبدء المحادثات الاستكشافية بين الطرفين تركيا تقول بأنها مستعدة للحوار دون شروط مسبقة وأنها جاهزة لبدء هذه المفاوضات في أي وقت يقول اليونانيون بأنهم جاهزون لذلك تركيا أيضا عبرت عن رفضها لتجاوز دول الاتحاد الأوروبي وعدم اتيانهم بذكر جمهورية قبرص التركية أو جزء الشمالي من جزيرة قبرص والذي لا تعترف به أي دولة في العالم سوى تركيا ويقولون بأن هذا استمرارا لتجاهل حقوق القبرص الأتراك في جزيرة قبرص نعم إذا كان معي من أنطاليا مرسلنا مهران عيسى ومن جزيرة رودس اليونانية مفدنا أشرف سعد وأيضا من بروكسل مفدنا جياب أبو صفية شكرا جزيلا لكم جميعا